من تقليل معكم لآخر فقراتنا معكم مشاهدينا ولكن اليوم رح نروح الموضوع وتحت عنوان لمسة وفاء قام اتحاد الفنانين التشكيليين معرض فنية تحية لروح الفنان الراحل سالم عكاوي في صالة الرواق العربي للفنون الجميلة بدي مشق وحيث شارك عدد من زملاء المرحوم بلوحات فنية شكرا وتقديرا واخلاصا لروحه ورح نتابع بضمن كليب فقرات من العليم موسيقى 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 العمل الفني يبقى خالداً ولو غاب جسد المنتج لهذا العمل لكافة الفنون سالم عكاوي رحمه الله أثبت وجوده كفنان تشكيلي من الدرجة الأولى وقدم أعمال يسنى عليها شارك عديد من الفنانين السوريين أصدقاء الفنان ومحبيه بتقديم عمل لهذا المعرض الذي نرجو أن يبقى ذكرى لذاكيرتنا ويعاد سنوياً إن شاء الله سلطة الرواق كان من الأماكن المتميزة لديه يعني كان متواجد دوماً بهذا المكان فحبينا نعيد الزكرة تبعه بهذا المكان بهذا المعرض الأعمال الفنية أعمال جميلة ومختلفة المواضيع كلها مختلفة في منا ومختلفة المدارس المدارس فيه واقعي فيه تجريدي فيه انطباعي شاركت اليوم بلوحة هي باقة ورد تحية لروحه للفنان الراحل سالم عكاوي طبعاً فنان سوري ذات بصمة معروفة رحيله حقيقةً فاجأنا كلياتنا وكان الخبر صادم يعني فالشي اللي عامينه نحن اليوم برعاية الاتحاد طبعاً مشكور هو مجرد شغلة معنوية تخليل للذكراء وتعبير عن محبتنا له اللوحتي هي عبارة عن عمل يعني مركب العمل مركب هو أنا أخدت الفكرة من الظروف اللي لحنا فيها تقوص الحياة تراكمات أنه عم ببني لوحة بقطع متراكمة أطعف وأطعف حيث أنه يطلع عمل متكامل منظم بطريقة تعبيرية خاصة المعرض يعني هذا مشكور اتحاد الفنانين تشكيلين ومشكورين يعني الفنانين المشاركين يعني هذا إذا دل بيدل على المحبة بيدل على الوفاء بيدل على الروح الطيبة بيدل على الأصالة بيدل على الذكريات الطيبة اللي تركها المرحوم سالم الله يرحمه يعني أكيد كل الرحمة لروح الفنان الراحل سالم عكاوي ومشكورة جهود كل الفنانين التشكيليين يلي شاركوا بهذه المبادرة ضمن معرض لمسة وفاء أكيد بوجود فنانات تشكيليات مشاركات وأكيد عم يتركوا أثر بلوحاتهم الجميلة اليوم مشاهدينا معنا ضيفتنا فناني تشكيلية وأمينة سر لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق وأيضاً عضو أصيل في اتحاد الفنانين التشكيليين نحن تعرف أكيداً على المعرض وعلى المشاركات وكيف تمت التحضيرات خلوني إلا للفنانة التشكيلية ليلى أسطى يسعد صباحك أهلاً وسهلاً فيك يسعد صباحك وأهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً فيكم صباح الفن والجمال والوفاء يسعد صباحك ومبيع من الألوان اللي لعبستيه والنقشة وهيك أساس النوخ يعني كتير بتهتمي بهذه التفاصيل حتى بحياتك الواقعي يعني بعيداً عن اللوحات والمعارض اليوم خلينا نعرف شو كان الهدف من هذا المعرض بالضبط وكيف كانت المشاركة فيه خلينا نحكي هيك شوية التفاصيل أكتر صراحة هو مبادرة نبيلة من اتحاد الفنانين التشكيليين اسم المعرض لمسة وفاء هو تعبير من الفنانين التشكيليين السوريين عن مدى خلينا نقول محبتهم وتضافرهم مع بعض في ظل هذه الأزمات ومثل ما كلنا بنعرف أنه نحنا مرينا بأزمة حرب طويلة وبعد هالحرب رجعنا وقفنا عن جديد هذا دليل حضاري ونحنا يعني مثل ما بنعرف أنه هي سوريا هي مهد الحضارات كلها المعرض هو كان تقدمة بسيطة كمبادرة من الفنانين يعني هنا زملاء الفنان الراحل الله يرحمه الأستاذ سالم عكاوي هو كان زميلنا بالاتحاد وكان له بصمة وتفاجأنا كلنا صراحة بالخبر الساعق اللي وفعته الله يرحمه نتمنى له الرحبة وبوجه تحية لأسرة الفقيد وطبعاً نحنا كفنانين سوريين كلنا اشتركنا بعمل واحد بصالة الرواق للفرون الجميلة التابعة لنقابة الفنانين طبعاً الفنان هو حساس وإنسان مبدع كان بحياته أو كان بمعارضه أو كان بعمله أنا بطبيعة الحال بقول أنه الفنان هو كل إنسان هو فنان حلو بس يعرف كيف يستغل اليوم تمام كل إنسان هو فنان مبدع بمهنته تمام خاصة إذا حب المهنة اللي هو عم يشتغل فيها تمام كتير حلو هيدا الوفاة منكم اليوم وهي المبادرة وهيدا المعرض اللي أقمتوه لروح الفنان يمكن عم نتابع عبر الشاشة اللوحات اللي كانت موجودة ضمن المعرض خبريني هايك بشكل عام عن شو كانت المواضيع الموجودة اليوم ضمن هاي اللوحات عدد المشاركين عدد الموجودين كيف كان الإقبال اليوم ضمن المعرض الحقيقة كان الإقبال كتير كبير من قبل جميع الفنانين يلي انطرح الموضوع أنه يشاركوا بهالمعرض المواضيع اللوحات كانت مختلفة مننا كتصويرية طبعا وفي مننا كل فنان على حسب اسلوبه حل ولوحاته اقتنينا بالتعاون مع الاتحار طبعا لوحة من كل فنان وكنت أنا مشاركة بلوحة كمان هي عبارة عن رولييف زحة مباشرة بالإضافة لكلاج ومواد مختلفة واختلفت المواضيع من فنان لفنان كون هو خلينا نقول المعرض هو تعبير بسيط صحيح معنوي لتخليط ذكرى الراحل الفنان صحيح ولكن اليوم أكيد في صعوبات يمكننا واجهتكم من خلال أنتو كفنانين تشكيليين أكيد في صعوبات عم تواجهكم خلال افتتاح المعرض ولا خلال تأمين المواد ولا خلال كتير من الأمور والتفاصيل اللي اشتغلتوا عليه لحتي يطلع هذا الشغل الحلو صراحة نحن بظروف مثل ما بنعرف المنطقة العربية كلها عم تمر بظروف صعبة كتير ووجه تحية كمان أهالينا في غزة والحرب اللي دايرة والإبادة اللي عم تصير نحنا كلنا شايفين على مرأة من الناس وكمان ظروف المعيشية للناس بشكل عام بس مثل ما بنعرف أنه نحن لازم مثل ما تخطينا الأسوأ نحن لازم نتخطى هالشي كمان طبيعي أنه نواجه تحديات بظل أن كان تأمين مواد نحن عم بحكي خلينا نقول كفنان أنا سوري بظل الأزمة الاقتصادية خلينا نقول العالمية اللي عم تصير هلأ بالتحضير للمعرض الحمد الله كان فيه تجاوب من كل الفنانين وقدرنا أنه نتعاون مع بعض اللي يتم بهذا النجاح اللي صار وكان الإقبال إن كان من فنانين ولا إن كان من جمهور محب للفن أو خلينا نقول متزوق للفن كان إقبال كتير كبير هذا دليل أنه لسه لمسة الفن متابعة من قبل الشعب السوري خلينا نقول باعتبار أنه المعرض صاير ببلدنا الغالي هلأ باعتباري كفناني خلينا نتقل للشقة الثانية اللي هو الصعوبات اللي عم تواجه الفنانين السوريين هو من تأمين مواد هو بسبب الغلاء المعيشية اللي خلينا نقول وغلاء كل شيء بالحياة لازم الفنان يكون عنده دخل أو مثلا مصدر تاني يغذي الفن اللي هو عم يقوم فيه إن كان من ألوان لأنه مثل ما عم نعرف إنه كان من نجيب شاسي ولا من نجيب ألوان ولا من نجيب نحت أو شيء بس الحمد لله يعني ماشي الحال خلينا نقول الجهود عم تضافر كلها مشان نصب كلنا بخندق الفن والجمال أكيد أستاذ ليلا خلينا نتعرف عليك أكتر كفنانة تشكيلية تجربتك الخاصة أما تبلجتي فيها رسالتك بالفن شو هي المواضيع اللي بتحبي أنت دائما تركزي عليه هون ضمن لوحاتك أو في مدارس معينة بتتبعيها خبرينا أكتر عن تفاصيل عملك هلأ أنا ليلا الأسطى خلينا نقول سيدات عمال وفنانة تشكيلية معي لسانس فن وجميلة كلية فن وجميلة بالإضافة لماجستير وإذارة الأعمال طبعا أنا بداياتي بعد ما تخرجت من الكلية بلشت مع خلينا نقول باعتبار الفن هو رسالة هادفة أكيد بدأت مع مدارس خلينا نقول رسالة تربوية كنا نعمل بيانات فنية برسائل هادفة للأطفال كنت عمل لهم ديكورات للمسرحيات بالإضافة لخلفيات تصويرية بعدين استثمرت الفن بالتجارة عملت براند وألبست أطفال وصرنا نشتغل بيان وسجلت بغرفة تجارة دمشق وانتسبت للجنة سيدات الأعمال طبعا هذا الشيء خلينا نقول أنه الفن هو الحياة بالنسبة للفنان خلينا نقول باعتبار والفن موجود بكل مجالات الحياة فاستثمرت بهالمجال واشتغلت لفترة منيحة طبعا حاليا خلينا نقول عملت أتولياء خاص فيني بالإضافة أنه عم بعضي بمعهد الفنون التطبيقية مادة تشكيل بالخط العربي لطلاب التخروج يعني ما شيم بهالمجال بالإضافة إلى عملي آخر يلي هو منه بقدر غزي الفن يلي أنا حبه وبتمنى أنه كل فنان ما يعرف اليأس بظل هالظروف يعني لو أنه مثلا ببادرة صغيرة بكل مجالات الحياة أنه يستمر ويكمبل الرسالة اللي نحن جينا من شعنا طبعا نعرف أنه الفن هو هوية بصرية كل الناس بتقدر تقراها لأنه مو كل الناس بتعرف لغات خلينا نقوله أنه هو بيجمع لغة واحدة وهي اللغة البصرية فبس ما في الشي تعنيه أنه لازم نكفي بهالمجالة الطريقة اللي يمشينا أهم شي هو صح مثل ما حكيته هو الاستمرارية والحتى يكون فيه استمرارية لازم دائما الواحد يحب الشي اللي يعملوه والشغف ما ينتهي أهم شي يعني أهم نقطة هي أنه الشغف اليوم ما ينتهي وما يتوقف عند حد معين اليوم ممكن نشوف بالأيام اللي جاية معرض خاص في كيا للبحاتك وشو ممكن يكون بالطمان؟ أكيد يعني هلأ أنا عم حضر لشي جديد أنا شاركت في عدة معارض كانت بسوريا ولا خارج سوريا بدبي وبيروت وعملنا ملتقيات ومؤخرا كانت كنت بالبرازيل خليني أحكي شوي عن تجربتي لأنه هي كانت تجربة نوعية بالنسبة لي مشكورة تمت دعوتي من الغرفة التجارية العربية البرازيلية للإقامة مع فنانين من مختلف دول العالم تقريبا لمدة شهر صار فيها تبادل خبرات الصراحة بعتبر أنا الفنان هو سفير للفن ممكن ببلده ولا خارج بلده لقيت في فجوة كبيرة بيننا وبين الغرف حاولت قدر الإمكان من خلال تقدمه لبلدي الغالي وتقدمه عن نفسي كفنانة تشكيلية وسيدة أعمال بالإضافة أنه عملت ورشات عمل للأطفال خلينا نقول واليافعين بالبرازيل بالخط العربي والكاليغرافي خلينا نقول وبالفنون الجميلة ولقيت كثير تجاوب كبير وعشق وشغف لتعلنوا شي جديد من الشعب البرازيلي يعني هو كثير بعيد عنه كثقافة وكمجتمع وتطلعات يعني بعيدة كل البعض صراحة كانت كثير تجربة حلوة وأنا بتمني تتكرر مو بس بالنسبة لي لكل الفنانين أنه ما يوفروا الوقت إذا أجتهم أي فرصة ليكونوا سفراء للفن خارج البلد عم حضر لشي جديد بالنسبة للمعارض أنا عملت معرضين فرديات يلي هنين سوريا ألم وأمل كان بمهرجان الشام تجمعنا بحديقة تشرين ومعرضي الثاني كان هو خبايا الروح خبايا الروح كان خلاصة تجربتي بعد الماجستير باعتبار كانوا تداخلات بين الفن والإرشاد النفسي اللي هو كان خلسفة وفن واللوحات كانت تتحدث عن طبيعة النفس البشرية وكيف الإنسان بغير ماسكات بالحياة طبعاً ماسكات ما فينا نقول خلينا نكون ناحية إيجابية مشهر تكون سلبي دائماً كلهم موجود كلهم اليوم إيجابي وسلبي تمام أنا دائماً بحب من خلال الفن صلت الضوء على شي موجود بالمجتمع اللي نحن عايشينه وبوصله بطريقة جميلة باعتبار هو الفن جمال أكيد وهلا عم حضر الحمد لله لشي جديد شي جديد كثير ما رح أحكي عنه وخلي مفاجأ إن شاء الله يا رب أكيد بالختام الفناني التشكيلية ليلى أصطى بنان شكريك كثير تعرفنا من حضرتك على تجارب ومحطات مهمة اليوم بفنك التشكيلي وأكيد كل النجاح والتوفيق بأيامك الجاي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم شكراً لكم شكراً لك أستاذة ليلى وأهلا وسهلا فيكم إن شاء الله هيك على طول بتظلي مستمر نفس الحماس والشغف تسلمني وأنتو كمان شكراً لكم أهلا وسهلا شكراً لكم